إيه اللي بيحصل في جنوب لبنان؟ أكبر عملية عسكرية من بداية الحرب بنفذها حزب الله اللبناني في الساعات القليلة الماضية مسيرات أو سرب من المسيرات استهدف معسكر تدريب للواء جولاني الإسرائيلي في منطقة بن يمينة في حيفا الأرقام المؤشرات الأولية نقلا عن وسائل إعلام عبرية وإذاعة الجيش الإسرائيلي بنتكلم عن 3 قتلة وأكتر من 67 مصاب في صفوف الجنود الإسرائيليين إصابات خطر أكتر من 20 إصابة تقريبا حتى الآن الكلام كله بيدور عن غطاء صاروخي حزب الله ضرب صواريخ في الجليل الأعلى وكانت الطائرات المسيرة أو المسيرة دي بتنفذ الهجوم على مطعم أو مكان مجتمع في مجموعة من الجنود واضح إنها مجموعة كبيرة جدا قتل 3 وقصاب 67 وعدد الإصابات الخطرة واضح جدا أننا الساعات الجاية هنسمع عن عدد قتلة أكتر وهنسمع عن عدد مصابين أكتر الجيش الإسرائيلي بيحقق في كذا حاجة النقطة الأولى بيحقق فيها ليه صفارات الإنذار لم يتم إطلاقها عشان تحذر من المسيرة دي فدي النقطة اللي محدش عارف إجابتها حتى الآن النقطة الثانية اللي بيحققوا فيها ليه الدفاعات الجوية ما اشتغلتش إزاي الدفاعات الجوية الإسرائيلية فشلت في إنها تسقط أو تتصدى لهذه المسيرة اللبنانية بتاعت حزب الله لبناني النقطة الثالثة كمان التمويه اللي حصل الغطاء الجوي اللي حصل لأنه فيه تقارير عبرية بتتكلم عن إن الطيارة ضربت المعسكر التدريب بتاع الواق جولاني ده بساروخ قبل ما تصل فدي مشكلتين في مشكلة بالنسبة ليه الاحتلال الإسرائيلي احنا بنتكلم على أكثر هجوم دموي من بداية الحرب وفقا ليه إذاعة الجيش الإسرائيلي ووفقا ليه الإعلام العبري حتى الآن بنتكلم على إنه نتنياهو أعلن إنه ما فيش غارات على بيروت تاني بعد اتصال بينه وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن هل القصة دي ليها علاقة بالهجوم أو لا لكن الهجوم بتاع النهاردة هو خطوة مش خطوة لقدام ده مجموعة خطوات لقدام أعتقد إن الاحتلال الإسرائيلي هيعيد حساباته وبيان حزب الله اللبناني بيتكلم عن عملية نكحة جدا عن رد على المجازر الإسرائيلية في الجنوب على قصر أماكن كتيرة جدا في الضحية الجنوبية وفي الأراضي اللبنانية وبالتالي حزب الله بيغير قواعد الاشتباك يوم ورد تاني وبيصعد الهجمات بتاعته يوم ورد تاني لكن واضح جدا إن الليلة النهاردة هتكون ليلة عصيبة جدا مش على جنوب لبنان بس لا ده هتكون ليلة عصيبة على الاحتلال الإسرائيلي اللي واضح إنه دلوقتي بيعد الجسس وبيلم الجرحة ولسه مش عارف الطائرة دي وصلت إزاي